السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هيبا من قسم اللغة الفرنسية وفيديو جديد ليس فيديو جديد ولكن تكملة للفيديو السابق فسابقا كنا قد شرحنا أول درس وبقية عنوانين لم نكملهما وهما الفونولوجي ي ديستنكسيو انتخ فونيسيكي فونولوجي وبدون إطالة فنكمل شرحهما وأول شيء مع الفونولوجي وَا بَرَفْ أَبَرْشُوا إِسْتَوْرِقِ Pendant longtemps, la phonologie a été confondue avec la phonétique. Le terme phonologie a commencé à être employé vers 1850 avec celui de la phonétique. Chaque école donnait une exception de définition différente aux deux termes qui ont par ailleurs le même sens éthémologique, c'est-à-dire l'étude des sons. On y fit la nécessité de distinguer deux types d'éléments phoniques dont la langue avait été sentée très anciennement dans la grammaire hindou environ 150 avant Jésus-Christ. Au XIXe siècle, l'intérêt prédomine alors pour l'étude des sons et les changements phonétiques. Le terme phonème a été adopté en 1875 par la Société de linguistique de Paris vers la fin du XIXe siècle. L'apparition d'une distinction entre la physiophonétique et psychophonétique préfigure à la distinction entre la phonétique et la phonologie. Les travaux du Cercle de Prague, en particulier la participation de Jacobson, Trobe Zocoy, Martini et Bienveniste, et le succès qu'ils ont eu lors du premier congrès international en 1928, on attribue à la phonologie son statut de science linguistique. sans oublier l'école de Copenhague avec himself qui a développé à l'extrême la distinction entre la phonétique et la phonologie. هذه كانت مقدمة صغيرة للتعريف de la phonologie متى أول مرة استعمل هذا المصطلح وما علاقته de la phonétique. وقت الخيس صغير لكل تلك الحكاية سوف أقوم بإعطائكم تعريف للla phonologie. هذا التعريف نقول phonologie أو phonologie أو علم الأصوات التشكيلي. هو فرع من علم الأصوات. ما هو علم الأصوات لا phonétique؟ يهتم بدراسة الصوت اللغوي داخل بنية الكلمة أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يدرس الأصوات اللغوية من حيث خصائصها الوظيفية بغض النظر عن طابعها الفيزيائي والعضوي. وبالتالي فهو يختلف عن علم الأصوات العام la phonétique general علم الأصوات العام الذي يدرس الصوت البسيط المنعزل عن الترهيب أو السياق الكلامي. هذا هو تعريف la phonologie أو phonologie الآن ننتقل إلى العنوان الثاني وهو distinction entre la phonétique et la phonologie. الآن سوف نقوم بذكر الاختلافات. فأولا الفونيتيك يختص بالدراسة الصوتية المجردة فهو يبحث عن الأصوات المفردة. أما بالنسبة الفونولوجي يبحث قيم هذه الأصوات وبضائفها التي تؤديها في اللغة. الفونولوجي يبحث في القواعد والقوانين التي تحكم هذه الأصوات في سياقها. هذه ثلث اختلافات بين la phonétique والفونولوجي. أما بالنسبة لأوجه الاتفاق فلكل المختلفان أوجه الاتفاق. أولا المادة واحدة فهي أصوات اللغة. أي أن la phonétique وال la phonologie يدرسان أصوات اللغة. الهدف واحد وهو دراسة هذه الأصوات. الفونولوجي يعتمد على la phonétique فالفونيمات أو la phoneme لن تصل إليها إلا عن طريق la phonétique. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. دعني أخبركم بأننا انتهينا من المقدمات ومن تعريف نغة فرق وتشابه. سندخل في الجد في الفيديوهات القادمة لأننا سوف ندرس la phonétique أرشيكولات و la phonétique أكوستيك بالتفصيل. لذلك انتظرونا في الفيديوهات القادمة لا تنسوا تفعيل الجرس ووضع الاشتراك ليصلكم كل شي جديد إلى اللقاء